أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة أهلاً وسهلاً بكم في قناة سوق الحكايات والقصص قصتنا اليوم بعنوان الفتاة والإوزات الذهبية وهي من القصص الخيالية أرجو أن تنال إعجابكم ضع السماعات أغلق عينيك واستزد كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام في قديم الزمان كان هناك رجل يعيش مع بناته الثلاث بعد رحيل والدتهم والتي اختطفها المرض العضال تاركة حزناً عميقاً في قلوبهم كانت الإبنة الكبرى ساحرة الجمال إلا أنها للأسف كانت مغرورة لا تهتم إلا بجمالها وتقف ساعات طويلة أمام المرآة تتأمل ملامحها دون كلل حتى أصبحت إنعكاساً لمرآتها لا تتحرك من أمامها ولا تمتد يدها لأعمال المنزل مكتفية بالاهتمام بنفسها أما الإبنة الوسطى فكانت أيضاً جميلة جمالاً فاتنة ولكن وراء ابتسامتها كان يختبئ قلب بسلوك مغاير فقد كانت مخادعة ومتملقة تتقرب من الناس لأهدافها ولا تتردد في الغدر إن تطلب الأمر كانت لا تبدي اهتماماً بأعمال المنزل وتترك كل عبء على أكتاف أختها الصغرى أما الأخت الصغرى فإسمها فيحاء فكانت جميلة بنقاء فريد ذات قلب رقيق وروح طيبة تعامل الناس برفق ولين وكأنها نسمة حانية مرت في حياتهم كانت تتحمل وحدها كل أعباء المنزل تقوم بالطبخ والتنظيف ورعاية والدها ووجوها دائماً مشرق بابتسامة راضية كان والدها يرى تعبها وحرصها فيطلب من أختيها أن تساعداها في بعض الأعمال ولكن هذه المساعدة كانت تشبه الغيمة العابرة تأتي سريعاً ثم تتلاشى وتعودان لعاداتهما وكأن شيئاً لم يكن ومع ذلك لم تتضمر فيحاء بل كانت تزيدها طيبة قلبها تعلقاً بأبيها الذي بات يراها كزهرة ناظرة في بستان حياته أثارت محبتها الكبيرة في قلب والدها غيرة الأختين والتين بدأت تظهر عليهم مشاعر الحسد وأخذتا تستغلان طيبة قلبها فتلقيان عليها جميع أعمال المنزل حتى بات جسدها يتعب يوماً بعد يوم وأصبحت شاحبة الوجه هزيلة الجسم وبالكاد تجد الوقت للاهتمام بنفسها ومع مرض والدها المفاجئ لم يعد بوسعها الخروج من المنزل فقد كرست وقتها لرعايته تعطيه الدواء تنظف غرفته وتقرأ له كل مساء ومع كل يوم يزداد عليها التعب كان والدها ينظر إليها بعينين يغمرهما الحزن ويرجوها أن تستريح قائلاً يا ابنتي ارحم جسدك الضعيف وخذي قسطاً من الراحة فتجيبه بابتسامة دافية سأستريح حين تشفى يا أبي فراحتي هي رعايتك تضيء كلمات والدها قلبها وكأنها نسيم بارد وسط حرارة التعب تمنحها قوة جديدة لتواصل وتستمد من دعائه طاقة تنسيها الإرهاق وذات يوم مر على القرية حكيم طيب القلب خبير في علم الأعشاب والشفاء وقد أنعم الله عليه بموهبة علاج الأمراض الصعبة وانتشر سطوه بين الناس وأصبح الأهالي يأتون إليه من القرى المجاورة باحثين عن مشورته ليعينهم في شفاء أحبائهم وبينما كانت فيحاء في طريقها لشراء بعض حاجيات المنزل استرعى انتباهها حديث الناس عن هذا الحكيم وكيف كان يستمع بعناية لكل مريض ثم يصف له عشبة خاصة تساعده على الشفاء بإذن الله وأدركت فيحاء أن هذا الرجل قد يكون الأمل الأخير لوالدها فارتسمت في ذهنها فكرة أن تلجأ إليه على أمل أن يجد له علاجا يعيد له العافية فبدأت عيناها تلمعاني بالأمل وهي تهم بالذهاب إليه تحمل في قلبها رجاء أن ترى والدها مرة أخرى معافا وقويا وبالفعل ذهبت إلى الحكيم فوجدته جالسا تحت شجرة ضخمة والناس يتوافدون إليه من كل مكان يأتون بقلوب محمولة بالآمال ويسألون عن شفاء أحبائهم ويطلبون مشورته في أمراضهم اقتربت من مكانه فرأت رجلا بلغ السبعين تكسو وجهه ملامح الطيبة وصوته يحمل نبرة هادئة ودافئة تعكس طبيعته الرحيمة وتعامله الكريم مع الناس جلست على مقربة منه تنتظر بصبر أن ينصرف الجميع كي تحظى بفرصة للحديث معه طال انتظارها ولكنها بقيت جالسة بصمت تحدق إليه بعينين مليئتين بالأمل وحين انتهى الناس من طلب مشورتهم وغادروا التفت الحكيم نحوها وناداها بالرفق وسألها عن مطلبها اقتربت منه بخجل وحياء ألقت عليه التحية ثم أخبرته بقصة والدها وكيف هاجمه المرض فجأة وجعل آلامه تشتد يوما بعد يوم حتى صار عاجزا عن الحركة استمع الحكيم إلى كلامها ثم طلب منها رؤية والدها إن كان الأمر ممكن ارتسمت البسمة على شفتيها وامتلأت عيناها بفرحة لا تخفى فأخذت الحكيم إلى منزلهم بخطوات مليئة بالأمل وعندما أخبرت والدها بوصول الحكيم أشرق وجهه ابتسامة باهتة وأذنت للحكيم بالدخول إلى غرفته حيث كان مستلقيا على فراشه تكسوه علامات التعب والمرض وقد بدى جسده هزيلا كأنما خارت قواه جلس الحكيم بجانبه وبدأ يسأله أسئلة كثيرة كان الوالد يجيب بصوت خافت حين يستطيع وغالبا ما تتولى الفتاة الطيبة الإجابة عنه إذ كان الألم يقيده عن الحديث المطول وبعد ساعة من الحديث والفحص أطرق الحكيم رأسه مفكرا غارقا في تأمل عميق شعرت فيحاء بالخوف وازدادت دقات قلبها فسألته بصوت مرتجف هل مرض والد خطير رفع الحكيم بصره نحوها وابتسم ابتسامة مطمئنة قال لها لا تقلقي يا بنيتي هناك علاج لمرض والدك وهي زهرة نادرة تنمو في عمق الغابة داخل كهف مظلم إغرورقت عين الفتاة بالفرحة وقالت بسرعة سأذهب لإحضارها فورا لكن الحكيم أوقفها قائلا لا يمكنك الذهاب يا صغيرتي فالطريق إلى الغابة محفوف بالمخاطر وفي الكهف يسكن مارد خطير ردت فيحاء بشجاعة وتحد وقالت لا تقلق أنا أستطيع مواجهة الظروف الصعبة وسأنجح في إحضار الزهرة بإذن الله نظر والدها إليها بعينين مملؤتين بالحزن والقلق وتوسل إليها ألا تخاطر بنفسها ولكنها ابتسمت وربتت على يده قائلا ثق بالله يا والدي ولا تخف سأعود إليك بإذن الله ومع العلاج أعجب الحكيم بشجاعتها وتفانيها وبكم المحبة التي تحمله في قلبها لأبيها فوافق بعد إصرارها الشديد وأعطاها وصفا دقيقا للزهرة وشرح لها كيفية استخدامها لإعداد دواء يشفي والدها وفي صباح اليوم التالي استيقظت الفتاة باكرا وطلبت من شقيقتيها العناية بوالدهما أثناء غيابها إذ عزمت على الذهاب نحو الغابة بحثا عن الزهرة البرية التي قد تنقذ والدها جمعت بعض الطعام والماء ثم ودعت والدها نظرت إلى عينيه طويلا وقالت بحزن لا تخاف يا والدي سأعود قريبا ومعي الشفاء شعر الوالد بالخوف الشديد على ابنته وطلب منها مجددا أن تتراجع عن هذه الرحلة لكنها طمأنته بثقة وقالت أعتمد على الله لا تقلق ثم خرجت متوجهة نحو الغابة الكبيرة وبعد ساعات من المشي وصلت إلى أطراف الغابة كان المشهد ساحرا والأشجار الخضراء تحيط بالمكان أصوات الطيور تتناغم في الأرجاء والنهر يجري بهدوء يمنح الطبيعة جمالا وطمأنين عميقة تركت الفتاة المكان مسرعة وانطلقت متتبعة مسار النهر كما أخبرها الحكيم لتبحث عن الكهف الذي يحوي على الزهر البرية وأثناء سيرها سمعت صوت أنين ينبحث من بين الأشجار صوت يحمل ألما شديدا يكاد يفتت الصخر ترددت قليلا وهي تفكر في مواصلة طريقها ولكن الأنين كان قويا ومؤلما اقتربت ببطء نحو مصدر الصوت فإذا بها ترى ماردا صغيرا مستلقيا على الأرض يمسك بقدمه النازفة ودموعه تضرف من شدة الألم توقفت قليلا ثم ندته بصوت خافت وحنون هل أستطيع المساعدة؟ نظر إليها الصغير بعيون ملؤها الخوف غير أن ألمه الشديد منعه من الهروب فلم يكن قادرا على المقاومة قالت له برفق وصدق لا تخف أنا لا أريد بك سوء سأساعدك إذا سمحت لي أومأ المارد الصغير برأسه وقد أرهقه الألم فقال بصوت ضعيف قدمي تؤلمني كثيرا ابتسمت الفتاة وقالت بلطف دعني أراها ثم تابعت وهي تتفحص الجرح وقالت لقد دخل عود مدبب في قدمك وأحدث جرحا سأزيله وأضع لك بعض الأعشاب الشافية ولكن الأمر قد يكون مؤلما قليلا تحل بالشجاعة وستكون بخير أخرجت الفتاة سكينا حادا من حقيبتها وبدأت بإزالة العود العالق في قدمه وبحذر صرخ المارد الصغير صرخة مدوية وضرب قدمه من شدة الألم مما دفع الفتاة لتسقط على الأرض بعد أن أنهت إزالة العود وبنجاح نهضت الفتاة مجددا وأخرجت بعض الأعشاب المفيدة من حقيبتها ثم وضعتها ولفتها بقطعة قماش صغيرة كانت تحملها بعد أن هدأ الألم غلب النوم العفريت فيما جلست الفتاة بجانبه مرت فترة قصيرة حتى سمع هدير قوي هز أرجاء المكان شيء ثقيل يضرب الأرض بضراوة فارتعدت الفتاة الصغيرة واختبأت خلف المارد الصغير والذي فتح عينيه بصعوبة ورأى والده واقفا أمامه بقلق قال المارد الصغير وبصوت ضعيف لا تقلق يا أبي أنا بخير لقد دخل عود في قدمي وأهلمني كثيرا ولكن هذه الفتاة طيبة ساعدتني واعتنت بجرحي نظر الأب إلى ابنه بدهشة وقال بصوت عتاب فتاة ألم أخبرك ألا تثق بالناس فهم في الغالب خطرون لكن المارد الصغير أجاب بحماس كلا يا أبي إنها طيبة القلب ساعدتني ولم تتركني وأنا في أشد الحاجة إليها ثم ناد الفتاة وقال هيا أخرجي ولا تخافي إنه والدي خرجت الفتاة وهي ترتجف من الخوف وانحنت بأدب وهي متأطئة الرأس محاولة أن تظهر احترامها وتخفي توترها نظر المارد الكبير إلى الفتاة بتفحص وراقب نقاء روحها والذي انعكس على ملامحها قال لها بنبرة استغراب ماذا تفعل فتاة وحيدة في هذه الغابة الموحشة إنها مليئة بالمخاطر وروت له الفتاة عن مرض والدها وكيف انطلقت بحثا عن الزهرة البرية والتي تنمو في كهف عميق بالغابة وحدثته عن لقائها بابنه وكيف ساعدته على تخفيف ألمه أعجب المارد بشجاعة هذه الفتاة وامتلأ قلبه بالاحترام لمقدار الحب والتفاني الذي تظهره تجاه والدها حمل المارد الكبير طفله الصغير وضعه برفق على كتفه ثم مد يده نحو الفتاة ليرفعها لكنها تراجعت بخوف فقال لها بابتسامة مطمئنة لا تخافي سأمنحك الزهرة البرية شكرا لك على مساعداتك لابني وأهديك هدية ثمينة لشجاعتك وطيبة قلبك ثم رفعها على يده ودخل بها إلى عمق الغابة وبعد فترة من السير وصلوا إلى كهف المارد وكم كان المكان الساحرا حيث شلالات الماء تتدفق برونق تغمر مدخل الكهف والأزهار المتسلقة بألوانها الزاهية تغطي الصخور المحيطة والعصافير المغردة ترفرف فرحة بعودة المارد الصغير قالت الفتاة وعيناها تتأملان المكان بدهشة سبحان الله ما أجمل هذا المكان لم أر في حياتي جمالا مثله ابتسم المارد الكبير وقال أنت أول إنسان يدخل إلى هنا فنحن لا نسمح للبشر بالاقتراب فهم غالبا يشكلون خطرا علينا ولذلك نخيفهم ليبقوا بعيدين أرجو منك أن تحفظي سر هذا المكان فهل تعيديني بذلك؟ أجابت الفتاة بالصدق طبعا طبعا أعدك بذلك وسيظل هذا المكان سرا في قلبي قادها المارد إلى داخل الكهف وما إن دخلت حتى انبهرت بجماله الفريد كانت الصخور الملونة بأشكاله العجيبة تتدلى من السقف وأزهار متنوعة ومشرقة تنبت من الشقوق والزوايا فتبدو كأنها لوحات مرسومة بألوان الطبيعة تجولت الفتاة بعينيها تبحث عن الزهرة البرية بين الصخور والزهور ولكنها لم تجدها فتملكها حزن عميق وبدت علامات الخيبة على وجهها رآها المارد الكبير وقال مبتسما لا تحزني أيتها الفتاة زهرتك ليست هنا تعالي معي سأخذك إلى حيث تنمو أخذها المارد إلى عمق الكهف وهناك وجد بئر عميق لامع كالذهب وقد نمت على حوافها أزهار نادرة بألوان خلابة تطلعت الفتاة نحو أسفل البئر حيث كانت الزهرة البرية تنمو فأشرق وجوها فرحا ولمعت عيناها بالسعادة حملها المارد الكبير وأنزلها إلى البئر حيث قطفت باقة من الأزهار ثم التفتت إلى المارد وقالت شكرا جزيلا لك على كرمك ولكن علي العودة سريعا إلى والدي ابتسم وقال قبل أن تذهبي سأمنحك هديتي ثم حملها بحذر وأنزلها في ماء النهر الذهبي المتدفق في قاع البئر وماء أخرجها حتى أضاء وجوها بنور ساطع وبدت وكأن جمالها قد اكتسى ببريق جديد يفيد نقاء وروع إنحلت الفتاة شاكرة للمارد الكبير ثم التفتت إلى الصغير وعانقته قائلة لن أنساك أبدا وسأحمل ذكراك في قلبي دائما وادعها المارد الكبير وطفله حتى أطراف الغابة وبعد أن ارتدت معطفا تخفي به النور الذي كان يصطع من وجهها وشعرها الذهبي واستعدت للعودة وقبل أن تهم بالرحيل ناداها الصغير قائلا انتظري لدي هدية أخيرة لك كي تذكريني دائما أطلق المارد الصفيرة بصوت خافت وإذا بعشرة إوازات ذهبية تخرج من بين الأشجار فتحت الفتاة عينيها بدهشة وقالت سبحان الله ما أجمل هذه الإوازات قال المارد الصغير مبتسما هذه الإوازات تستطيع تنفيذ أي طلب لك ولكن يجب أن يتلامس ريشها مع شعرك الذهبي وحين وصلت إلى المنزل أسرعت إلى الحظيرة وأدخلت الإوازات الذهبية ثم ركضت نحو غرفة والدها وما إن دخلت حتى انطلقت تعانقه بحرارة والدموع تملأ عينيها وقالت بفرح الحمد لله يا أبي لقد وفقني الله وأحضرت لك الزهرة البرية وبإذن الله ستشفى من مرضك فرح الوالد وقال إن شاء الله يا ابنتي صارعت الفتاة بتحضير الدواء كما علمها الحكيم تماما وقدمته لوالدها الذي توكل على الله وشرب الدواء وشعر براحة كبيرة تسربت إلى جسده المتعب فرحت الفتاة وقالت ستشرب منه عدة أيام وسيزول هذا المرض بإذن الله ثم بدأت تحكي لوالدها ما مرت به من مغامرات في الغابة خلعت معطفها فاندهش والدها من جمالها الذي ازداد رونقا قال لها مبتسما أنت طيبة القلب وصافية النية لذلك وهبك الله محبة الجميع وفي تلك اللحظة وصلت الأختان الكبيرتان من السوق وركضت الفتاة الصغيرة إليهما وعنقتهما بفرح قائلة لقد وجدت الزهر البرية وسينال والدنا الشفاء بإذن الله ردت الأختان ببرود إن شاء الله ورغم أنها شعرت بهذا البرود إلا أن سعادتها بأن والدها سيشفى أنستها ذلك سريعا ولكن مع مرور الأيام ازدادت غيرة الأختين منها وأصبحتا تكلفانها بأعمال مجهدة بشكل متزايد لكنها كانت تؤديها بفرح وسرور وخاصة مع تحسن والدها الواضح يوما بعد يوم وتعافى الوالد تدريجيا وأصبح قادرا على المشي بمفرده بل والخروج إلى الحديقة والاعتناء بها بنفسه كانت فيحاء تذهب كل صباح إلى المرج الأخضر تستحب معها إوزاتها الذهبية وعند الظهر كانت تجلس على الأرض وتخلع معطفها مستمتعة بالراحة تتناول طعام الغداء وتصاحبها إوزاتها التي كانت تطلق أصواتها وتبيض بيضاً وفيراً تعبيراً عن فرحتها برفقتها كانت الفتاة تشعر وكأنها أميرة الغابة تضيء الطبيعة حولها بجمالها وروحها النقية تجمع البيض بعد ذلك وتذهب إلى السوق لتبيعه عند عودتها إلى المنزل ولكن عندما تعود كانت أختها تطلبان منها النقود بحجة شراء حاجيات المنزل وفي الواقع كانتا تستخفان بجهودها وتستغلان طيبتها وبعد مرور شهرين تعافى والدها تماماً وعاد إلى عمله في التجارة حيث كان مضطراً للسفر إلى بلدان بعيدة واقترب موعد رحيله فبدأت فيحاء بتحضير أمتعته وقد غمرها الحزن وهي ترى والدها يستعد للإبتعاد ودع والدها الأختين الكبيرتين وطلب منهما الاعتناء بأختهما فيحاء وبالمنزل أثناء غيابه أما فيحاء فرافقت والدها إلى الخارج وودعته بدموع في عينيها قائلة له عد إلينا في أقرب وقت يا والدي رحل الأب وعادت الفتاة إلى المنزل لتجد الأختين الكبيرتين تزدادان إساءة في معاملتها بدأتا تكلفانها بالأعمال المتعبة وتوجهان إليها الكلام المسيء مما أحزنها ودفعها للانطواء على نفسها أصبحت فرحتها الوحيدة هي تلك الساعات التي تقضيها برفقة إوازاتها قرب الغابة حيث كانت ترى صديقها المارد الصغير الذي كان يراقبها من بعيد مبتسما وسعيدا برؤيتها ولكن غيرة الأختين منها لم تزدد إلا اشتعالها في أحد الأيام طلبتا منها الذهاب إلى الغابة وإحضار حلي وجواهر وكأنهما كانتا تخططان لإثقالها بهذه الطلبات صرخت الفتاة متعجبة ومن أين سأحضر لكم هذا أجابتها الأخت الكبرى وبالسخرية من نفس المكان الذي جئت منه بالإوازات ولا تعودي حتى تحضريها حزنت فيحاء لطلب أختيها الجائر وصارت نحو المرج الأخضر حيث جلست هناك غارقة في حزنها لاحظ المارد حزنها من أطراف الغابة فتقدم إليها وناداها برفق آملا أن يخفف عنها اقتربت من أطراف الغابة ودخلت بين الشجيرات حتى جلست بالقرب من صديقها المارد بدأت تروي له عن جشع أختيها وعن الطلبات الصعبة التي يفرضونها عليها دون رحمة سألها المارد وماذا يريدون منك الآن أجابت والدموع بعينيها إنهم يريدون حليا وجواهر ومن أين لي هذا قالتها بصوت مختنق بالبكاء ابتسم المارد بلطف وقال إذا أردت تلبية طلبهم يمكنك أن تطلبي من الإوازات هذه المساعدة ترددت الفتاة وقالت لكنني أخشى أن يتماد في طلباتهم ولكنني أيضا مجبرة على طاعتهم حتى يعود والدي من السفر وقفت الفتاة ونادت إوزاتها الذهبية ثم لفت شعرها الذهبي حولها وطلبت منها أن تساعدها في جلب الحلي والجواهر ولم تنضي سوى لحظات حتى ظهر أمامها صندوق صغير مملوء بجواهر فاخرة ذات بريق آسر وقفت الفتاة مذهولة من هذا السحر وحمدت الله على كرمه شكرت المارد على نصيحته الثمينة ولفت الصندوق بقطعة قماش وعادت إلى المنزل متمنية أن تكون قد أرضت رغبة أختيها ولكن ما إن وصلت حتى صارعت الأختان للقائها وسألتها بلهفة عن الجواهر التي أحضرتها لم تشأ الفتاة أن تعطيهما هذا الصندوق فأخبرتهما بأنها لم تستطع تنفيذ الطلب غضبت الأختان وصرختا بها ألم نأمورك بعدم العودة دون الجواهر ارتعبت الفتاة من التهديد وأجابت بخوف غداً غداً سأجلبها وإن لم أفعل ففعلوا بي ما شئتم قضت الصغيرة ليلتها تتقلب من الأرق تفكر في كيفية التعامل مع أختيها والتين لم يعد لهما أي رحمة في قلوبهما وبينما كانت غارقة في أفكارها سمعت الأخت الكبرى تقول بلهجة قاسية إن لم تحضر الجواهر غداً سنبيع الإوازات ونحولها إلى خادمة في المنزل شعرت فيحاء بحزن عميق بكت طويلاً وأدركت أن الأمل في تغيير قلوب أختيها بات مستحيلة فقررت الرحيل في الصباح الباكر خوفاً على إوازاتها وهرباً من تلك المعاملة القاسية في فجر اليوم التالي جمعت أمتعتها القليلة وألقت بحقيبتها القماشية خلف سور المنزل ثم عادت إلى الداخل لتودع المكان الذي حمل ذكرياتها وعندما قابلت أختيها صرختا بها قائلتين لا تنسي طلبنا ولا تعود دون تنفيذه غادرت المنزل باكية مودعة كل شيء فيه من دون أن تنظر إلى الخلف صارت باتجاه المرج الأخضر ثم تابعت طريقها نحو الغابة الكبيرة وهناك التقت بصديقها المارد الصغير فروت له قصتها وكيف أنها قررت الرحيل بعيدا نحو الجهة الأخرى من الغابة طلبت مساعدته في ذلك لم يتردد المارد في مساعدتها وصار معها نحو الطرف الآخر من الغابة وعند الحدود ودعها بحزن وطلب منها أن تذكر دائما أنها تستطيع الاعتماد عليه في أي وقت شكرت الفتاة المارد من أعماق قلبها ثم صارت في طريق ترابي طويل بعد ساعات وصلت إلى كوخ خشبي بين الشجيرات فتقدمت نحو الباب وترقته برفق فتح الباب وظهرت عجوز تبدو عليها ملامح الطيبة قالت الفتاة بأدب مرحبا يا خالة ردت العجوز أهلا وسهلا يا ابنتي ما الذي تفعله فتاة وحيدة في هذا المكان البعيد قالت الفتاة بنبرة خافتة أبحث عن مكان أقضي فيه ليلتي فهل أجد عندك مأوى؟ أجابت العجوز طبعا طبعا يا ابنتي تفضلي دخلت الفتاة إلى الكوخ ونظرت حولها كان مكانا بسيطا لكن الدفء والحنان يملآن أرجاءه فشعرت بالسكينة تتسلل إلى قلبها وكأنها وجدت ملاذا بعد كل عناء قدمت لها العجوز طعاما خفيفا وأعدت لها سريرا مريحا لتنام فيه ثم وضعت الإوزات في الحظيرة مع أغنامها وبعد تناول العشاء جلست الفتاة والعجوز أمام الموقد الصغير حيث كانت النار المشتعلة تنشر ضوءا خافتا دافئا في أرجاء الكوخ وسألت العجوز الفتاة عن قصتها فروت فيحاء عن مغامرتها الطويلة مع أختيها وكيف تركت المنزل في انتظار عودة والدها استمعت العجوز لها بحنان ثم قالت برفق يمكنك البقاء هنا ما شئتي فأنا أسكن وحيدة كون ابنتي ابتسمت الفتاة وقد غمرها الإمتنان وقالت أشكرك يا خالة سأكون ممتنة لك طوال حياتي تابعت العجوز حديثها وقالت ليس لدي سوى طلب صغير منك أن تقوم برعي الأغنام مع الإوزات هل تقبلين ذلك مقابل إقامتك هنا فريحت الفتاة كثيرا وشعرت بالأمان لأول مرة منذ رحيلها فهي أخيرا وجدت مكانا تنام فيه مطمئنة مع شخص طيب تثق فيه ونامت فيحاء تلك الليلة هانئة كأنما وضعت عبء الأيام الماضية جانبا في الصباح الباكر أيقظتها العجوز بحنان وقالت استيقظي صغيرتي وبعد تناول الفطور أخذت الفتاة الغنمات والإوزات إلى المرج المجاور حيث كانت الحيوانات ترعى الأعشابة بسلام مرت الأيام واشتاقت الفتاة لوالدها فاقتربت من إوزاتها ولمست ريشها بشعرها الذهبي وطلبت من إحداها أن تطير نحو منزل والدها وتتفقد عودته وعند المغيب عادت الإوزة وهي مطرقة الرأس بحزن فعرفت أن والدها لم يعد بعد فشعرت بالقلق والحزن يتملكان قلبها هرعت إلى المارد الصغير الذي استقبلها بفرح وأخبرته بمخاوفها عن والدها الذي طال غيابه حاول المارد الصغير أن يهدئها وقال لها وسأطلب من الإوزات أن تطير بعيدا للبحث عن والدك وبعد ساعات عادت الإوزات وأخبرت المارد الصغير بأن والدها على قيد الحياة لكنه تعرض لحادث مؤلم حيث سقط من جرف عال إلى واد عميق إغرورقت عيناء الفتاة وشعرت بالخوف الشديد على والدها أخبرت المارد أنها ستذهب للبحث عنه مهما كانت الصعوبات لكن المارد لم يرد أن تذهب لوحدها ولا يستطيع الخروج من الغابة نهارا نادى والده المارد الكبير ليطلب منه المساعدة في هذه المحنة اقترب المارد الكبير منها وسألها عن قصتها فشرحت له بحزن عن حادث والدها وطلبت منه المساعدة فكر قليلا ثم قال سأساعدك ولكن علينا التحرك ليلا للخروج من الغابة إذن لنلتقي هنا عند المغيب وعدت الفتاة إلى الكوخ وأدخلت الغنمات والإوزات إلى الحضيرة ثم طلبت من العجوز الإذن بالذهاب لمساعدة والدها قالت العجوز بقلق ولكن الطريق طويل والليل مظلم كيف ستذهبين لوحدك ردت الفتاة بثقة وقالت لا تقلق يا خالة معي إوزاتي وأصدقائي الذين لن يتخلوا عني وبعد إلحاح كبير من الفتاة رضخت العجوز أخيرا حضرت لها بعض الطعام والشراب لتعينها في رحلتها وأسرعت الفتاة نحو الغابة وتبعتها الإوزات بانتظام عندما التقت بالمارد الكبير حذرها من السير في النهار إذ أن ذلك يشكل خطرا على حياة ابنه وأخبرها أنه يستطيع مساعدتها ليلا على نحو أفضل وفي عمق الغابة وجدت الفتاة المارد الصغير فصار عامعا خلف الإوزات التي كانت ترشدهما إلى الطريق الصحيح وعند بزوغ الفجر وصلت الفتاة إلى الجرف الصخري فنظرت نحو الأسفل وصرخت بلهفة إنه وهلدي علينا إخراجه قال المارد علينا النزول أولا ومعالجة جروحه ثم سنخرجه من هنا بأمان تقدمت إحدى الإوزات نحو الفتاة ولامست شعرها الذهبي وسرعانما تحولت إلى ماعز جبلي قوي امتطت الفتاة الماعز وتشبثت به جيدا فيما كان يقفز من صخرة إلى أخرى وعيناها على عمق الوادي باحثة عن والدها وعندما اقتربت من قاع الوادي شاهدت والدها ملقا على الأرض بلا حراك ارتعبت الفتاة من أن يكون قد أصابه مكروه فنادت عليه بصوت مرتعش وحين سمعت صوتا خافتا يحركه شعرت بقلبها ينبض من جديد فقد كان يعتقد أنه في حلم لا يتخيل أن ابنته الطيبة قد جاءت إليه وعادت الإوزة إلى هيئتها الأولى وخلفها جاء المارد الصغير والإوزات هرعت الصغيرة نحو والدها ونادته عدة مرات دون استجابة اقتربت منه ووضعت يدها على وجهه قائلة بامتنان الحمد لله إنه على قيد الحياة وأخرجت بسرعة علبة ماء من حقيبتها وجلست قربه بحذر وضعت القليل من الماء عند شفتيه مكررة الأمر عدة مرات حتى فتح عينيه ببطء نظر نحوها وهمس بصوت متعب هل حقا هذا أنت يا فيحاء؟ بكت قائلة لا تقلق يا والدي سنخرج من هنا بسلام وفي تلك الأثناء كان المارد الصغير قد أحضر بعض الأعشاب الشافية ووضعها برفق فوق جرح الوالد الذي هده التعب والألم ثم استغرق في نوم عميق جلست الفتاة بقربه تمسح وجهه وتضع الأعشاب على جرحه بعناية وبينما هي مستغرقة في رعايته التفت الإوازات حولهما وفردت أجنحتها لتدفئتهما وحمايتهما من برد الليل أما المارد الصغير فقد بقي ساهرا يراقب المكان ليحميها من أي خطر قد يقترب عند الفجر استيقظت الفتاة على لمسة حانية من يد والدها فأمسكت بيديه وقبلتها حمدت الله على شفاء جرحه نظر إليها والدها مستغربا وسألها كيف وجدتني يبنتي ابتسمت وبدأت تروي له قصتها عن رحلتها من المنزل والمصاعب التي واجهتها وعن مساعدة صديقها المارد والإيوزات التي كانت ترافقها وتحميها في كل الظروف عند اقتراب المغيب طلبت من اثنتين من إيوزاتها أن تتحولا إلى معزين قويين ليحملاها ووالدها إلى أعلى الجرف الصخري صاروا طوال الليل حتى وصلوا أخيرا إلى كوخ العجوز هناك عادت الإيوزات إلى هيئتها الأولى وطرقت الفتاة باب العجوز والتي فتحت بحماس استقبلتهم بفرح غامر تشكر الله على عودتهم بخير وسلامة أمنت العجوز لهم كل وسائل الراحة وأشعلت نار الموقد وحضرت حساء ساخنا لمساعدة الوالد على الشفاء من مرضه وتابعت فيحاء رعاية جرح والدها مستخدمة للأعشابة التي أحضرها لها المارد الصغير ومع مرور الأيام بدأت صحة والدها تتحسن تدريجيا حتى تماثل للشفاء التام وحين قرر الوالد العودة إلى المنزل أخبرته فيحاء بأنها ستبقى بضعة أيام أخرى في الكوخ عند العجوز فقد وعدتها بذلك وكانت غير راغبة في رؤية أختيها في الوقت الحالي قال الوالد وقد بدأ عليه القلق والحزم سأخفي لقائبك عن أختيك وسأعاقبهما وألقنهما درسا لن تنسياه أبدا وعند أطراف الغابة ودعت فيحاء والدها قائلة عد إلي بسرعة يا والدي ساعد المارد الصغير الوالد باجتياز الغابة بأمان حتى الجهة الأخرى وعند الأطراف ودعه وعاد إلى عمق الغابة ومع حلول المساء وصل الوالد إلى باب المنزل طرق الباب وفتحت الأخت الكبرى تفاجأت بعودة والدها ورحبت الفتاتان بوالدهما وجلستا أمامه بوجوه متوترة قال الوالد بنبرة هادئة تخفي عتابا عميقة أين أختكم الصغيرة؟ لا أراها هنا تلعثمت الأختان وبدأتا ترتجفان من شدة الخوف ثم صرخ الأب فجأة بصوت ينم عن الخوف هل حدث لها مكروه؟ هيا تحدثاه انفجرت الفتاتان بالبكاء وقالتا بصوت يملأه الندم سامحنا يا أبي لقد فرطنا في أختنا ولم نعتني بها كما يجب عاد الأب ليصيح بغضب ماذا فعلتما؟ تكلما لم أعد أحتمل الصمت ماذا حدث لها؟ أجابته الكبرى لقد رحلت من المنزل وبحثنا عنها في كل مكان ولم نتمكن من العثور عليها نعتذر لك كثيرا يا أبي نظر الوالد إليهما بحزن يملأ قلبه وقال يا أسف عليكما ثم أضاف ماذا فعلتما؟ حتى دفعتما أختكم الطيبة لترك البيت ردت الكبرى وقالت لقد أحببتها أكثر منا يا أبي فملأت الغيرة قلوبنا وتعاملنا معها بقصوة طلبنا منها أن تجلب لنا جواهر وحليا من الغابة حيث وجدت الإوازات ولكنها ذهبت ولم تعد بحثنا عنها في كل مكان ولكن لم نعثر عليها ربما تاهت في الغابة الكبيرة انتفض الأب غاضبا وصاحب وجهها كانت عطوفة مع الجميع ولهذا أحبها كل من عرفها حتى أنتما لم تكونا لتغضبا عليكما عندما كنتما تتركنا لها الأعمال الشاقة ولكنها كانت تواصل بابتسامتها أما أنتما فقد ملأت الغيرة والجشع قلوبكما وبالكره والقصوة تقدمت الفتاتان من والدهما بدموع الندم وقالتا هل تسامحنا يا أبي رد الأب بنبرة حازمة لن أسامحكما حتى أعود بأختكما إلى المنزل وتسامحكما هي أولا بكت الفتاتان نادمتين وقالتا هل تعرف مكانها يا أبي أجاب الأب وما فائدة الندم إن أصاب أختكما مكروه وما فائدة الحديث الآن اذهبا من أمامي فورا حتى لا أنزل بكما غضبي حربت الفتاتان إلى غرفتيهما بسرعة تهربان من نظرات والدهما الغاضبة والمليئة بالحزن في اليوم التالي جاءت الأختان مرة أخرى تطلبان السماح من والدهما لكن الوالد بقي على صمته وأشار إليهما أن ترحلا من أمامه فقد كان لا يزال يشعر بالخيبة والألم وبعد عدة أيام جهز الوالد أمتعته ثم ناد بناته وقال بلهجة حازمة سأذهب لأحضر فيحاء سألته الكبرى بتردد وهل تعرف مكانها؟ أجابها بنظرة ثابتة أعرف مكانها وأعلم كل ما حدث وكل المعاملة القاسية التي تلقتها منكما ولن أسامحكما حتى تقطعاني لي وعدا بمعاملتها بكل طيبة وعطف ولن أصفح حتى أتأكد من صدقي نواياكما قالت الوسطى بتوسل خذنا معك يا والدي نريد أن نطلب منها السماح بأنفسنا لكن الأب رد بحزن كلا لن أسمح لكما قررت الأختان اللحاق بوالدهما سرا علّهما تنجحان في إرضاء أختهما الصغرى جهزتا بعض الأمتعى على عجل وسارتا خلف والدهما في صمت علم الوالد بهذه الملاحقة ولكنه لم يمنعهما واستمر بالمسير حتى وصل إلى أطراف الغابة عندما ادخل الغابة شعرت الأختان بالخوف فقالت الأخت الوسطى بصوت مرتعش هل سندخل إلى هذه الغابة المخيفة؟ ردت الكبرى وبثبات لا تفكر بالخوف الآن والدنا أمامنا وسنستعين به إن حدث مكروه دخل الأب وتبعته ابنتاه وبعد دقائق معدودة بدأت الفتتان تشعران بالخوف الشديد وعند سماعهما حركة بين الأشجار صرختا وركضتا نحو والدهم صرخ الأب في وجههما قائلا ألم أمركما بالبقاء في المنزل؟ ردت الكبرى بخوف خفنا ألا تعود إلى المنزل ورغبنا في الاعتذار لأختنا كي تسامحنا على ما فعلناه بها نظر إليهما ورأى الصدق في عيونهما وافق بصمت واستأنف السير وبعد أن اجتازوا الغابة الكبرى وصلوا أخيرا إلى الكوخ الخشبي ولكن فيحاء كانت في المرعة خرجت العجوز لاستقبال الضيف فرحبت بالوالد ثم نظرت إلى الفتاتين بنظرة عتاب قائلة هل جئتما لتؤذيا أختكما أكثر؟ إنحلت الكبرى برأسها وقالت بندم كلا يا خالة جئنا نطلب منها السماح ونعود جميعا إلى المنزل كهائلة واحدة قالت العجوز بنبرة حازمة أختكما طيبة القلب وشجاعة فهي لم تتوانى عن الذهاب لإنقاذ والدها رغم المخاطر التي واجهتها هي تستحق كل السعادة ولكن جشعكما وغيرتكما أعمدكما عن رؤية نقاء قلبها وصفاء روحها أومأت الفتاتين برأسيهما وقالتا أنت محق يا خالة جئنا لنعترف بأخطائنا ونرجو أن تسامحنا عند المغيب عادت الفتاة من المرعة أدخلت الغنمات إلى الحضيرة واتجهت نحو الكوخ وحينما رأت عائلتها بانتظارها غمرتها فرحة عارمة فذرفت دموعا منها التأثر ثم تقدمت نحوهم واحتضنتها أختاها قائلتين وبالصدق سامحين يا أختنا العزيزة لقد أخطأنا بحقك ضمتهما فيحاء بطيبة قائلة الحمد لله الذي أزال الضغين من قلوبنا وجمعنا بخير وسلام أنا أسامحكما من كل قلبي قالت الأخت الكبرى باكية أنت طيبة القلب يا أختي ولهذا أحبك الجميع ويحق لوالدنا أن يحبك أكثر فرح الوالد وضم بناته الثلاث قائلا الحمد لله الذي جمعنا بالخير وأبعد الكراهية والغيرة عن قلوبكم وفي صباح اليوم التالي ودعوا العجوز الطيبة بامتنان وعادوا إلى المنزل فرحين متكاتفين مع مرور الأيام تزوجت الأخت الكبرى من تاجر وعاشت حياة سعيدة وهادئة أما الأخت الوسطى فتزوجت من مزارع طيب وأقامت عائلة محبة وبالنسبة لفيحاء فقد عاشت بهناء مع والدها الحنون تقضي أيامها في رعاية الإوزات وتزور صديقها المارد الصغير سعيدة بالحب والصفاء الذي أحاط حياتها وكانت فيحاء تنتظر فارس أحلامها لتتزوج هي الأخرى فيترى من يكون صاحب الحظ السعيد انتهت الحكاية